في تلك الأثناء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأحياء السكنية في قطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع قصف متواصل وجرائم إبادة مستمرة في غزة مجازر لا تتوقف بحق أهالي القطاع المحاصر ففي حي الزيتون بغزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل فوق رؤوس ساكنها في حين شنت غارة أخرى في حي الدرق بالمدينة وجنوب دير البلح وسط القطاع استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بصاروخ استطلاع وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها على المناطق الساحلية الغربية وسط القطاع فيما تواصل طائرات الاحتلال شنغارة عنيفة على أحياء بغنوب خان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي على مناطق متفرقة بالمدينة مما أصفر عن تدمير عدة منازل وأحياء سكنية كاملة وأصفر عن سقوط شهداء ومصابين مع استهداف تجمع للفلسطينيين في القرارة شمال شرق المدينة وفي رفح جنوبي القطاع فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المناطق الحدودية الشرقية للمدينة ومع عمليات القصف المستمرة تتواصل عمليات التجويع حيث رصدت حالة وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة أمر أكد عليه المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مشيرا إلى أن الأزمة في قطاع غزة غير مسبوقة على مستوى العالم داعيا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية وأبدى المقرر الأممي عن إحباطه من المنظومة الدولية لعجزها عن اتخاذ قرارات تنقذ من يبادون في قطاع غزة تحت سمع وبصر مجتمع دولي عاجز أمام دولة فقدت دعم شعوب العالم التي تكافح من أجل الضغط لإنقاذ الإنسانية المفقودة في غزة اشتركوا في القناة